أثبت الناشطون في اليمن المناهضون للعدوان الحوثية الإيرانية مقدرتهم الفريدة في التعبير عن مكنونات الشعب اليمني ضد جرائم وطغيان العدو الإيراني وآداته الحوثية الإرهابية خلال ساعات منذ انطلاق حملة شعبية إلكترونية مساء الأحد الرابع والعشرين من يناير الجارية تحت هشتاج الحوثي جماعة إرهابية أصبح عنوان الحملة تريندا عالميا تصدر اللائحة على تويتر الحملة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك توجها شعبيا واحدا ضد الإرهاب الحوثية وإرادة شعبية كاسحة بضرورة القضاء على هذا الإرهاب المدعوم إيرانيا والذي هدد حياة الإنسان والحيوان على السواء فرصة أخرى مصدرها الشعب اليمني وناشطوه الأحرار تتيح للحكومة الشرعية البناء عليها ولعب دور فعال بالتنسيق مع الدبلوماسية السعودية والعربية والتحرك عبر منظومة سفارات الدول العربية في بلدان العالم غير أنه من الواضح أن الحكومة وقيادة الشرعية تضيع مثل هذه الفرص الثمينة ولا تحولها إلى أهداف محققة من أجل دفع المزيد من دول العالم لتصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية دولية رغم فعالية اليمنيين ونشاطهم يقابل ذلك بخمول مشهود من قبل الحكومة الشرعية وخارجيتها وسفاراتها ومن قبل التحالف أيضا وهو موقف يتكرر بسبب سوء إذاء قيادات الشرعية والحكومة والذي ينعكس سلبا على الشعب اليمني بأكمله مما يبقي مجال التفوق خارجيا لصالح ميليشي الحوثي الإرهابية عبر شبكتها من الناشطين السلاليين والذين يجوبون مختلف الدول للتحريض على الشعب اليمني وتبييض سجل الميليشي التي اقترفت جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية لا نظير لها بحق اليمنيين الذين يكتوون جراء الإرهاب الحوثي والعدوان الإيراني المتواصل للعام السبع